اشتركوا في القناة وقد أعرب فخامته عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وكلف فخامته وزير الخارجية بنقل تحياته وسلامه إلى جلالة الملك المعظم وتمنيات فخامته لجلالته بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والرقي والازدهار جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة الحرب على قطاع غزة والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية والجهود المبذولة للتواصل لوقف لإطلاق النار والجهود الدبلوماسية الرامية للاعتراف الدولي بدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة اشتركوا في القناة